تمكن السلطات المغربية من حج وإتلاف أربعة آلاف قرص تبي مخدر مؤخرا بمنطقة أحفير الحدودية كانت قادمة من القطر الجزائري يعيد إلى دائرة الضوء مجددا ظاهرة تهريب الأقراص المهلوسة عبر الشريط الحدودي مع الجزائر التي تشكل خطرا على نسيج المجتمع المغربي في ذل إصرار الجزائر وفق كثير من المتتبعين على إغراق المغرب بأقراص الهلوسة هذه الأرقام تدل على الخطرات الوضع وعلى الاستهداف للشباب المغرب من طرف الجارة الجزائر هذه الأقراص كما هو معروف أنها تجين من قلب الجزائر وقيل على أن هناك مصانع تصنع هذا النوع من الأدوية التكاء أو السموم ربما وكين هناك صيادة جزائريين لكي يتعمدوا إرسال هذه الأقراص إلى المغرب الإدمان على تناول هذه الحبوب التي تباع بأثمان بخصة تتراوح بين 20 و50 درهما للقرص الواحد يشكل خطرا محدقا على صحة الفرد والمجتمع حيث إن نسبة مهمة من الجرائم المرتكبة ببلادنا سببها تناول حبوب الهلوسة يعني دا استمر فيها الإنسان لمدة سنوات فطبع الحال بما أنها تقتل خلايا الدماغ نعرفه شنو كي ينتج على موت خلايا الدماغ ونقص في الداكرة نقص في التفكير ضعف في المخيلة وأشياء كثيرة فالإنسان ما يبقاش عنده العطاء اللي كان عنده سواء على المستوى الاجتماعي ومستوى العملي وحتى المستوى الفكري للتفكير فقد تمكنت السلطات الأمنية على المستوى الوطني منذ بداية العام الحالي إلى ما تم أكتوبر الماضي من حج ومصادرة أزيد من 366 ألف قرص تبي مخدر معظم هذه السموم مصدره القطر الجزائري